السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي طاب يومكم أتمنى أن تكونوا بخير حياكم الله من جديد في درس من دروس مادة الدراسات الاجتماعية برفقة زمينا الأستاذ عماد الذويب مترجم لغة الإشارة بسم الله نبدأ لدينا واجب على درسنا السابق وهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونشاته هيا بنا طلاب وطالباتي نستعرض أسئلة الواجب السؤال الأول تحدث وتحدثي عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها تحدث وتحدثي عن زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها أحسنتم عندما علمت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أن أمانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه أعجبت به وبأخلاقه فرغبت بالزواج منه فخطبها له أعمامه فتزوجها وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين ذاك خمسا وعشرين سنة أحسنتم إجابة صحيحة انتهينا من حل الواجب ننتقل لمراجعة الدرس السابق طلابي وطالباتي بماذا اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم اشتهر بحسن أخلاقه كالصدق والأمانة اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه كالصدق والأمانة إجابتكم صحيحة بماذا لقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممتاز لقبه قومه بالصادق الأمين إجابة صحيحة إذن لقبه قومه بالصادق الأمين إجابة صحيحة أحسنتم ما زلنا طلابي وطالباتي في الوحدة الثامنة السيرة النبوية انتهينا من الدرس الثاني عشر نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونشاته تبقى لنا الدرس الثالث عشر بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يليها الدرس الرابع عشر الهجرة إلى المدينة المنورة ثم الدرس الخامس عشر غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم سوف أتعلم في هذه الوحدة من خلال درسنا لهذا اليوم بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لدينا قطار ويوجد هناك كلمات المطلوب لدينا مجموعة من الكلمات هيا بنا نرتبها داخل عربات القطار لنستنتج الجملة المفيدة كلمة الأولى أرسل نعم ثم الثانية الله تليها الثالثة النبي فالرابعة محمد فالخامسة للناس فالأخيرة جميعا أقرأ الجملة وقرأ أي الجملة قراءة صحيحة نعم أرسل الله النبي محمد للناس جميعا أرسل الله النبي محمد للناس جميعا إذن لمن بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحسنتم بعثه الله للناس جميعا تحدثنا في درسنا الماضي عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم وفي درسنا اليوم لدينا قصة جميلة تتحدث عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إذن في درسنا الجديد نتعرف على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحوي درسنا المحاور التالية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتوقع من الطالب والطالبة طلابي وطالباتي من خلال درس هذا اليوم بإذن الله أن يصف بداية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث عن نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحدهم كيف بدأت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدأت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين من عمره وهو يتعبد في غار حراء وهذا الغار الذي يقع في مكة المكرمة إذن بدأت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في الأربعين من عمره فجاءه الوحي وهو يتعبد في غار حراء وهو الغار الذي في أعلى الجبل المسمى بجبل النور بمكة المكرمة يا ترى ما معنى بعثة؟ قلنا بعثة النبي بعث الله الأنبياء لدعوة الناس إلى عبادة الله بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم للناس جميعا ماذا يقصد بكلمة بعثة؟ أصل كلمة بعثة من الفعل بعثة وهي بمعنى أرسل من الإرسال والتوجيه هذه المعلومات فقط طلابي وطالباتي كإثراء لكم إذن معنى كلمة بعثة أصل كلمة بعثة من الفعل بعثة بمعنى أرسل من الإرسال والتوجيه والبعثة بمعنى إرسال شخص من قبل الله سبحانه وتعالى إلى الناس ليدعوهم إلى دينه نشأ النبي صلى الله عليه وسلم سليم الفطرة راجح العقل وقد عصمه الله سبحانه وتعالى من أعمال الجاهلية فكان ينفر من عبادة ماذا؟ الأصنام التي اعتادها قومه ويخلو بنفسه كثيرا أين؟ في غار حراب جبل النور في مكة المكرمة من أجل ماذا؟ من أجل العبادة والتفكر في مشاهد هذا الكون العظيم إذن نشأ النبي صلى الله عليه وسلم سليم الفطرة راجح العقل وقد عصمه الله سبحانه وتعالى من أعمال الجاهلية والأعمال التي يقوم بها قومه من عبادة الأصنام وكان يخلو بنفسه كثيرا في غار حراء بجبل النور في مكة المكرمة من أجل العبادة والتفكر في مشاهد هذا الكون العظيم الآن نتعرف على بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه صلى الله عليه وسلم أولى آيات القرآن الكريم في غار حرام وكان عمره أربعين سنة وأول ما نزل عليه من القرآن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلقه خلق الإنسان من علقه اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إذن نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وهو يتعبد الله سبحانه وتعالى إذن نزلت عليه أولى آيات القرآن الكريم في غار حراء وكان عمره أربعين سنة أنزلها أرسل الله سبحانه وتعالى جبريل له في هذا الغار وأنزل أول آيات القرآن الكريم صف وصفي بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم نزلت عليه صلى الله عليه وسلم أولى آيات القرآن الكريم في غار حراء وكان عمره أربعين سنة وأول ما نزل عليه من القرآن الكريم وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم أحسنتم إجابة صحيحة هذه الصور لغار حراء يقع غار حراء في جبل النور في شمال شرق مكة المكرمة ويبعد عن المسجد الحرام 11 كيلو بما يقارب 16 دقيقة بالسيارة على طريق الملك فهد في مكة المكرمة ثم بدأ طلاب وطالبات النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الإسلام حيث أمر الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى عبادة إلى الإسلام وترك عبادة الأصنام إذن أمر الله سبحانه وتعالى النبي محمداً بدعوة الناس إلى الإسلام أرسل الله جبريل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالآية القرآنية قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالْرُّجْزَ فَهْجُرْ إذن بماذا أمر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أحسنتم طلابي وطالباتي أمر الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى دين الإسلام في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرْ قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالْرُجْزَ فَهْجُرْ صدق الله العظيم أحسنتم إجابة صحيحة صحيحة وَدَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام بدأ دعوته إلى الإسلام بأقرب الناس إليه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أقرب الناس له من أهل بيته وأصحابه من هم أقرب الناس له من أهل بيته طلابي وطالباته؟ نعم زوجته خديجة رضي الله وعنها وابن عمه علي بن أبي طالب كذلك صاحبه من أصحابه صاحبه أبو بكر الصديق كان من السابقين للإسلام في أول يوم من الدعوة زوجته زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بنته ويلد وابن عمه علي بن أبي طالب وصاحبه أبو بكر الصديق ومولاه زيد بن حارثة إذن كان من السابقين للإسلام في أي أول يوم من الدعوة طلابي وطالباته من أهل بيته أم المؤمنين خديجة بنته ويلد رضي الله عنها وابن عمه علي بن أبي طالب وصاحبه أبو بكر الصديق ومولاه زيد بن حارثة كانوا من السابقين للإسلام في أول يوم من الدعوة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم من الدعوة أحسنتم ممتاز بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الإسلام أقرب الناس له من أهل بيته ومن أصحابه منهم السابقين للإسلام في أول يوم من الدعوة من أهل بيته ومن أصحابه أحسنتم السابقين للإسلام في أول يوم من الدعوة واحد زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة بن خويدد ابن عمه علي بن أبي طالب وصاحبه أبو بكر الصديق ومولاه زيد بن حارها إجابة صحيحة بارك الله فيكم الآن طلابي وطالباتي انتهينا من بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم بداية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام وكيف بدأ بأقرب الناس له أهل بيته وأصحابه الآن لدينا مجموعة من القوارب طلابي وطالبات يريد منكم أن تختاروا قاربا مرقما من واحد إلى أربع نعم نختار القارب رقم واحد صف وصفي بدء نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم نزلت عليه أول آية القرآن الكريم في غار حراء وكان عمره أربعين سنة وأول ما نزل عليه من القرآن الكريم قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم إجابة صحيحة بارك الله فيكم ننتقل إلى القارب من جديد ونختار القارب الذي يحمل رقم اثنين بماذا أمر الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ممتاز أمر الله سبحانه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعوة الناس إلى الإسلام قوله تعالى يا أي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر صدق الله العظيم إجابة صحيحة نعود من جديد طلابي وطالباتي إلى القارب اختار القارب الذي يحمل الرقم ثلاثة بمن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للإسلام كان أقرب الناس له قلنا أهل بيته وأصحابه أحسنتم إذن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته إلى الإسلام بأقرب الناس له من أهل بيته وأصحابه إجابة صحيحة عودة من جديد للقارب ونختار الرقم القارب الذي يحمل الرقم أربعة السؤال الموجود في هذا القارب من هم السابقين للإسلام في أول يوم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم السابقين للإسلام في أول يوم من الدعوة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سيدة خديجة رضي الله عنها ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن أصحابه صاحبه أبو بكر الصديق ومولاه زيد بن حارثة أحسنتم إجابة صحيحة انتهينا من رحلتنا مع هذه القارب ننتقل لواجب درسنا لهذا اليوم الذي تناولنا فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بدء نزول الوحي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب صف وصفي بدء نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هم السابقين للإسلام في أول يوم من الدعوة لدينا السؤالين في الواجب السؤال الأول صف وصفي بدء نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الثاني من هم السابقين للإسلام في أول يوم من الدعوة طلابي وطالبات ناقشنا في درسنا المحاولة التالية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته صلى الله عليه وسلم إذن ناقشنا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعوته صلى الله عليه وسلم طلابي وطالباتي في ختام درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله إلى لقاء جديد شكرا لكم حسن استماعكم